السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخباركو ايه يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة الفيديو ده انا سعيد جدا 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 اني بعمله شفتو كم جدا لسبب اني هرتاح من جملة امتى النوت 7 فين فيديو النوت 7 فعلا انا جالي وقت والله العظيم تعتقد الجملة بتادي تعملي فوبيا يعني افكر انا ممكن امثل عند البقال يقول لي فين فيديو النوت 7 زي الفيلم بتاع احمد الساقة لما كان في ابن القنصل يا والدي يا والدي بالزبط فين النوت 7 النوت 7 النوت 7 النوت 7 اخيرا ريدمي نوت 7 وقلت ريدمي المرة دي ما قلت الشاومي لان ده اول جهاز بشوفه من شاومي لما بيفتح في الصفتوير بيكتب كلمة ريدمي ما بيكتبش شاومي خالص ما بيجيبش اسم شاومي بيكتب ريدمي الحقيقة النهاردة مش هتبقى مراجعة كاملة للجهاز وده الاكتر من سبب اول حاجة ان النسخة اللي معايا نسخة صيني فالنسخة الانترناشنال تختلف كتير عن النسخة الصيني مش في المكونات الداخلية لكن في ثبات النظام والاستابلتي اللي اقدر احكم عليه عن قوة الجهاز فان شاء الله المراجعة الكاملة عن الجهاز هتبقى مع نزول الجهاز للسوق المصري باذن الله النهاردة هتكلم عن حاجتين في حاجة منهم انا هعملها كاملة وحاجة تانية محمود طارق هيعملها كاملة محمود طارق هسيبلكو لينك للقناة بتاعته في الديسكريبشن او الفيديو بتاعه اللي هيعمله الجهاز ده اختلف عن اجهزة كتير قوي في حاجتين او الطفرة اللي في الجهاز ده في حاجتين الخمات او الديرابيلتي او القوة او قوة الجهاز والكاميرات لكن بقيت المكونات الداخلية مش هتحتاجوا او ان انا اتكلم عنها دلوقتي ان شاء الله انا اتكلم عنها في المراجعة الكاملة للجهاز انا اخدت الجهاز لفترة مش كبيرة من صديق لي وقررت اعمل مراجعة للحاجات اللي الجهاز متميز فيها الديرابيلتي او قوة الجهاز والكاميرات الديرابيلتي قوة الجهاز الخمات الطفرة اللي موجودة في خمات الجهاز زي ما بنشوف دي هعملها انا الجزء التاني الخاص بالكاميرات ده هيعمله محمود طارق وهسيبلكو في خانة الوصف تحت اللينك بتاع فيديو الكاميرات بتاع محمود طارق في الله بينا دلوقتي نراجع الحاجات اللي انا شفتها في خمات الجهاز الجهاز مصنوع من الزجاج اللي انا شايفه زجاج مقوة هو عليه طبقات حماية من الامام ومن الخلف من كورنين جوريلا جلس ومكتوب عليه من وراء ريدمي باي شاومي زي بوكو فون باي شاومي بقيت ريدمي باي شاومي والتفرق حصل من تحت شركة شاومي الجهاز الفريم بتاعه من الالومنيوم تمام وعليه طبقة حماية زي ما قلنا من الامام والخلف خلينا نتكلم عن ديرابيلة الجهاز او قوة الجهاز دلوقتي هنعمل تجربة سريعة جدا ولطيفة جدا نشوف بيها حاجة ده مش اختبار وقوع الجهاز ولا حاجة احنا نشوف قوة الجهاز اتقل عليه قوي فخلينا نجرب تمام كده حبا بصوا خلونا نتفق ان انا تقريبا وزني حوالي يعني مية وحبة عشان ايه حبا يا حبا 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 انا تعبت طبعا اهو وبسخت شوية التراب بس ما حصلوش حاجة الحقيقة يعني بس انا فعل انا اول مرة اعمل التجربة دي بس عشان ده كان رهان يعني فان الجهاز مش هيجراله حاجة تمام انتو كده يعني ايه ايه الوضع برضو لازال الحمد لله مفيش اي حاجة ده انا حاولت بصراحة اجيب مجموعة من اللوز والعين جمل والكلام زي ما شفنا في الفيديو بس ما لقتهاش فبداني حاجة اسمعها حنضل باين ولا ما عرفش ايه بس عشان البهدلة هي اهي يعني خليني اوليها لكم برضو اهو كله سليم تمام خلينا نعمل تجربة صغيرة كده اهو نشوف قوة الجهاز اصبارها ايه كسر لسه لسه برضو لأ منضطر نطلع واحدة واحدة لانها الحقيقة مش حاجة تكسر لا فيه الكسر اهو تمام نجرب كده الكسرت اهي واحدة نجرب كده اهو اهو جهاز اهو انا طبعا اتمرمط طبعا اتشايفين انا عرقت شوية يعني الوزن الزيالة هخس ان شاء الله طبعا الوزن مع التنطيت معا معا انا اصدت ان انا صور الفيديو لايف خليني اقولكو بس على جزء مهم انا كنت ضد فكرة اختبارات التحمل وتكسير الاجهزة لكن الجهاز ده تحديدا كانوا كل شوية حطولنا فيديو ده الجهاز بينزل مدور التاسع والجهاز بينزل مدور التاني فقررت ليه يا صديق قررت معاه يعني حاجة كده زي اتفاق محبش كلمة رهون بس اتفاق يعني ان احنا نشوف فعلا هل ده بجد ولا لها فطلع فعلا كل اللي حصل في الجهاز الحقيقة شوية خربيش خفيفة في الشاشة من السنن بتاع الحاجات اللي كسرتها دي او التنطيط لكن انتو شفتوا تنطيتي على الجهاز ويرامي الجهاز وده التجربة كانت واضحة قدامكم يعني الحمد لله عملت التجربة دي هقولكو شوية كلام سريع جدا عن الجهاز مش هنتكلم عن داخلياته زي ما قلنا الجهاز جاي بكاميرا 48 ميجا بيكسل دي اللي هتكلم عليها محمود وهتلاقوا اللينك في الديسكريبشن اللي عاوز يشوف او اللي مهتم بالكاميرات الجهاز كخامة اقول اللي ليه واللي عليها وعن تجربة واضح جدا ان خامة الجهاز فعلا قوية وانه هيتحمل وانا عندي معلومة او كان وارد لها معلومة مبارا ان الجهاز من الامام ومن الخلف بيتحمل صدمات بدرجة عالية جدا ودرجة قوية الجهاز بيجي بم اي اي تن من العلبة وبيجي مكتوب عليه زي ما قلنا ريدمي باي شاومي يعني بيجي بالسلسلة او الانفصال الجديد لسلسلة ريدمي عن شركة شاومي او انفصال مبدئي لكن الادارة واحدة ان شاء الله نتقابل في المراجعة الكاملة للجهاز لما انزل السوق المصري وتنزل النسخة الجلوبال منه وبرضو اعمل لكم فيديو توضيحي كامل اكتر عن الجهاز بشكركم واربا ما كنش طولت عليكم ارجوكم تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب وما تنساش تفعل زرارة الجرس عشان يوصلك مني فيديوهات اول باول وشوفكم في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله وكان معاكم محمد النواوي